احنا بنتكلم طبعا على فوارق ارقام كلها بتصب في مصلحة الاهلي بس قبل ما صفارت الحاكم تعلن بداية المباراة انسى كل فوارق ارقام دي وتوقع ان المصري النهاردة هيقدم مباراة رغم معاناته على مدار الموسم كله ورغم انه بيصارع او داخل مش اقول بيصارع انه بعيد نسبية يعني خسارته النهاردة تدخله في الدوامة وهو بالتأكيد الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام حسن واللعبين عاملين ده في اعتبارهم وفي حساباتهم بشكل كبير جدا فتوقع انها هتكون مواجهة شرسة هتدوب فيها كل الفارق والارقام اللي كلها في مصلحة الاهلي يعني هم نتكلم الفارق الوحيد اللي بيصبه في مصلحة المصري هو عدد المباراة لعب مباراة ازيد مني مع عدد ذلك الترتيب احنا التالت هما الحداشر النقاط احنا تسعة وخمسين هما تلاتة وتلاتين الانتصارات سبعتاشر هما سبع كل الارقام في مصلحة النادي الاهلي ولكن زي ما قلتلكم خلينا اتفق كل مطشاط الاهلي اللي فضلة او المتبقية في عمر ومسابقة الدولة هتكون في منتهى الصعوبة وفي منتهى القوة اللي يفرق معنا وده اللي حسنا بفرق شوية في مباراة الاتحاد هو فكرة الهدوء الاريحية مفيش توتر مفيش تصرع بالسرعة تصرع كنا حسناها بشكل كبير جدا في مطشاط الاهلي اللي قبل مطش الاتحاد وبالتالي نتمنى ونراهن على فرقتنا النهاردة ان شاء الله في تحقيق مكسب مهم ومطلوب